تستأنف اليوم في القاهرة محادثات وقف إطلاق النار بغزة يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قابلت مبدئيا بنوضة مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس ترجمة نانسي قنقر